في أول اختراق من نوعه منذ عام 2017 يتصاعد التوتر مجددا خمس مسيرات كورية شمالية اقتحمت المجال الجوية للعاصمة الكورية الجنوبية سول ومناطق أخرى اختراق ردت عليه سول بإطلاق طلقات تحذيرية ونحو مئة طلقة من مروحية مزودة بمدفع رشاش لإسقاط المسيرات الشمالية إلا أنها باءت بالفشل رئيس كوريا الجنوبية يون سوكيول انتقد رد جيش بلاده على اختراق الحدود من قبل الطائرات الكورية الشمالية المسيرة وأعلن أنه سيسعى لدفع إنشاء وحدة عسكرية متخصصة في الطائرات المسيرة ومن ثم سيعزز قدرتها على المراقبة والاستطلاع بطائرات مسيرة متخفية متطورة أظهر اختراق كوريا الشمالية بطائرة دون طيار لمجالنا الجوي بأن هناك نقصا كبيرا في استعداد جيشنا على مدار السنوات الماضية وأكد بوضوح الحاجة إلى مزيد من الاستعداد والتدريب المكثف رئيس الكوري الجنوبي شدد أيضا على مدى خطورة الاعتماد على حسن النية في سياسات كوريا الشمالية وعلى الاتفاق العسكري بين الكوريتين لعام 2018 والذي يحضر الأنشطة العدائية في المناطق الحدودية تصريحات يونسوكيو الحيال الاستعداد العسكري الدفاعي قابلتها تصريحات نظيره الشمالي كيم جونغ أون الذي أكد أن قوة بيونغانغ زادت بشكل ملحوظ في كل المجالات بما فيها السياسية والعسكرية والاقتصادية ندى عزيزي تيرت عربي